وقد عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية العرب فقد التقى معاليها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشغيقة حيث أشاد معالي بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على تعزيز أفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات معربا عن تقديره للمواقف الطيبة والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة البحرين كما التقى معالي وزير الداخلية ومعالي السيد محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة وخلال اللقاء أشاد معالي بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيز أفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات لحماية المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية وضمن هذه اللقاءات التقى معالي وزير الداخلية ومعالي القاضي بسامولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني حيث تم بحث عدد من أوجه التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى الموضوعات والسبول الكفيلة بتطويرها خلال المرحلة المقبلة في سياق متصل التقى معالي ومعالي اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية اليمني حيث بحث الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا والمسائل الأمنية ذات الصلة ورفق معالي وزير الداخلية خلال زيارته إلى تونس وفد يضم سعادة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية وعدد من المسؤولين بالوزارة